هو ده بقى اللي نقدر نتكلم على انه انت كلجنة خمسية دلوقتي عندك وقت والاعلام الرياضي عنده مساحة بدل ما هو شغال في الرغي والهيافة والكلام المناقشات اللي انتم تابعينها بالتأكيد المكيدة اه يعني غير معقول ان انت عايز تعمل نهضة حقيقية في كرة القدم واعلامنا الرياضي فيه معظمه مشغول بتوافع الامور حد فتح مشروع للمناقشة حد فكر يعمل اسراء لحوار رياضي مجتمعي جاد بين الاندية ويصل ايه الرؤية الصحف ده حد تتكلم ان انت لعبت نص الدوري طب انتم بدل ما مشغالينها مكيدة ومعايرة وابدأ اجيب لعيبة من اخر النسيان عشان اسألهم ايه اللي كان حصل هو حسام حسن وابراهيم حسن مشوا من الاهل ليه الناس مشت من حاجة وعشرين سنة وتلاقي فيه برنامج السؤال الدائم بتاعه هو الاهل ليه ماشي حسام وابراهيم حسن يا عم حسام وابراهيم مدربينك حيين يعني مياه كتيرة قوي ميشت في النهر ده ايه فكرة ان انا واقف عنده نقطة معينة يسعلى ده كتير جدا بقى الاهل عمل كده ليه الاهل استغنى عن ده الاهل هي ماشي ده احنا عندنا دوري اتلعب منه سبعتاشر اسبوع هاتلي برنامج او حد من هؤلاء الزملاء حل للدور الاول هاتلي حد من الكباتن اللي كل واحد يطلع يقول لك اللي لبس شورته فانيلا ولو لبس شورته كاب اهتم اقول ريني فايلر عمل ايه كارتيرون عمل ايه للزماني زواهر تحكمية لازم تنخش كانت التحكم ايه مشاكله اه اه وسايبينه كده ارضيات الملاعب ايه مشاكلها وسايبينه كده ده انت تسمع يعني اه ساز دكتور جمال اه احنا مستعجلين ليه على جمال محمد علي اه